تعالوا بقى نرجع لأيام زمان نشوف الأكل الجميل بتاع الزمن الجميل ريحة ونفس ما حصلش هعمل لكم الكفتة بالفريق وعلى طريقة حماتي تابعوني وهشوفوا كل حاجة بالفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هنعمل النهاردة الكفتة بالفريق وعلى طريقة حماتي ما قدرنا هتبقى عبارة عن كيلو من اللحمة حطيت عليه اللهم صلى على سيدنا محمد فرنت معا كده بسلطين كبار وحزم أمينج البقدونس على الكسبرة وراستهم كده حلوة محترمة فرمتهم مع بعض حلوة قوي في الكبة أو في المفرمة وحطيت عليهم البهارات بتاعتي والملح بهارات بقى وسط الطيب آآ اللهم صلى على سيدنا محمد آآ ارفة آآ فلفل اسود ملح وحطيت كمان حوالي 300 جرام من الفريق اللي مسحون قوي صحنا حلو في المسحنة وكل ده كله عجنت مع بعض وابتدي اللي انا اشكله بقى اعمله صوابع اعمله آآ كور كده صغيرة بس انا عايزاكي ما تكبريش الصوابع او تكبري القورة لانها لسه هتزيد معاكي لما تحطها في الصوز بتاعها هتزيد مش هتكش ما هي ازاي الكفتة اللي عملناها قبل كده كان عليها نسبة دهنة حلوة محترمة يعني وانا تزيد الدهنة بتاعها وكشت شوية لا ديت هنصغرها لانها فيها فريق لما تشرب من الصوز هتزيد مش هتكش تمام واحنا بنشكل كده هقول لكم المقادر التاني انا عملت ايه انا جبت كيلو من اللحمة او حسب الكمية اللي انت عايزها هنقولك مقادر الكيلو كيلو من اللحمة فرمت معا بقى ايه فرمت معا بسلطين كبار كده حلوين محترمين وكمان راستهم مقشراها وغسلها كده ونضفاها وفرمتها معا وكمان حزمة كده من الكزبرة الخضرة تمام عليها بعدونس ماشي برضو تمام آآ فرمتهم ده كله مع بعضه وبعدين حطيت البهارات اللي انا قلتلكو عليها بقى اللي هي القرفة وآآ جسط الطيب والفلف الاسود وبهارات السبع بهارات والله ما صلى سيد محمد الملح واجنت ده كله مع بعضه حطيت عليهم كمان 300 جرام من الفريك اللي انا محمصه وصحناه حلو قوي في الكبدة او في المسحنة اصحناه في المسحنة الصغيرة بتاعت الفلفل الكمون ده تمام عايز اقولكو معلش بقى المطبخ ضلما النور كان قطع فانا شغلت نور الكشاف كده وهبتدي برضو اللي انا احمر معاكو بقى الكفتة اللي انا شكلتها انا عملت شوية كور كده وشوية صوابع تمام شكل زي ما انت عايزة بس اهم حاجة زي ما قلتلك كده ما تكبريش الكورة ولا تكبري الصوبع اللي انت مشكلها تمام في زي السخن كده وهنزل احمرهم كده على السريع تمام هحمر بقى في الكفتة آآ احمر واطلع وحط غيره طبعا احنا هنعمل لها صوس وكمان آآ اولادي طلبوا اللي احنا نعمل معاها بطاطس انا بصراحة يعني آآ كنتش حاجة اعملها بالبطاطس بس اولادي قالولي لازم عايزين عليها بطاطس بيحبوا البطاطس كده آآ على الكفتة فانا قلت اعمل لكم بقى عليها بطاطس واللي حابب يعملها من غير بطاطس يحطها بس في الصوس اللي هنعمله دلوقتي مع بعض ويبقى كده تمام الله ما صلى على سيدنا محمد وعليه واصحابي يا جمعين اهو زي ما انتم شايفين اللون الكفتة اهو حلو اهو كده هطلع واحط طبعا غيره انا معلش صرحت معكم الفيديو علشان بس ما طولهوش عليكم انا حمرت شوية كور وحمر شوية صوابع برضو معاكم وبعد كده هكمل بقية الكمية كلها ونرجع نشوف هنعمل الصوس ازاي طبعا انا كنت بقى مقشرة بطاطس ومقطعها كده مكعبات وانت برضو شغالة هتجيبي طماطم وتخلطيها في الخلاط طبعا على حسب الكمية يعني مش هقول لك كان طماطمية او كده على حسب الكمية انا الكيلو اه اللحمة المفرومة اللي عملتها دلوقتي اه وحطت على طبعا بصر وحاجات زاد معايا فانا مش هعمل بقى الكمية كلها هنعمل نصها واعين نصها تمام يعني هعمل نص الكفتة ده في الصوس مع البطاطس ونص التاني هخليه يوم تاني ماشي فانت هتجهيز بقى كمية الطماطم اه على قد الكمية اللي هتعمليها يعني انا عاملة هنا حوالي خمس طماطمات كده كبار خلطاهم في الخلاط هجيب بقى حلة عشان اعمل الصوس بقى واعمل بطاطس جبت حلة وحطت فيها شوية الزيت الاول وبعد كده حطت معلقة من الزبدة انا بحب بصي انتي ما عندكش زبدة مش مش لازم يعني تمام الوصفة اللي مش لازم فيها زبدة اه هقولك مش لازم لو لازم زبدة هقولك لازم تحط زبدة تمام فمش لازم الزبدة ده اضافة من عندي لو عايزة تحط انتي سامنة حطي عايزة تحط سامنة بلدي حطي بصي اي مادة دهنية انت حباها هاطت المادة الدهنية وبعدين نزلت البصلة كده مقطعوها صغير تمام وهحط طبعا على البصلة ايه آآ شوية فلفل اسود كده عشان يطلعوا رحة البصلة كده يعني الناس تشم كده رحة طبخك واقولوا ده شطرة الحركة دي حلوة قوي على فكرة اما تحط البصل في المادة الدهنية كده على النار وتنزلي عليه بشوية فلفل اسود الريحة كده بتطلع وبتبقى حاجة كده جميلة جدا تحس المتعة كده وانت بتتبخ على فكرة يعني الروايح اللي تطلع دي بتحسسك بمتعة وبتحببك اكتر في المطبخ تمام فانا حطيت كمان آآ عد كده من القرفة الله مصال على سيدنا محمد وكمان حطي آآ ورقتين لورة معلش بقى انا بغيب لاني مكنش منجهزاهم من قبلها فانا بجيت كده اول باول وبحط حطيت كمان ورق لورة وابتدأ اشوحهم شوية كده مع البصل انا مش هحمر البصل انا مش محتاجة لانا احمر البصل هنا تمام هي بس تشوحتين كده تسفر شوية وبعد كده هنزل بالبطاطس اللي انا مقطعها آآ مكعبات كده وغسلها من اضافها هنزل بقى على البصل انا مش هحط الطماطم انا باوريكو بس اللي انا خلطت يعني طماطم. وتابعا دقيت راس توم كده حلوة. انا هنزل الاول بالتوم. ريحة بس التومة كده تطلح شوية. مش هحمرها برضو. وبعد كده هنزل آآ بالبطاطس. بص انت بقى ما انتش حابة تحط بطاطس يا بقى ما تحطش بطاطس. عميلوا كل الخطوات اللي قلت لك عليها وبعدين ننزلي بسلسة الطماطم. ننزلي بالطماطم آآ وما تحطش بطاطس. لو انت حابة تحط بقى بطاطس حط. فانا هحط في القطوة دي آآ البطاطس بطاطس كده كبار. اتحتهم آآ مكعبات. هشوحهم شوية بقى في آآ مع البصل والبهرات الحلوة دي. وبعد كده هبقى انزل بالطماطم. لغاية كده تمام. انا ان شاء الله بازن الله هنسيب لكم جميع المكونات آآ في تمام. انا هنا بزود بس شوية ايه آآ فلفل اسود بقى او شوية آآ بهرات. بصوا طالما حطيت بطاطس بلازم احط شوية كامون. يعني انا الكمون ده صديق البطاطس. تمام كده نزلت بشوية الكمون وشوية بهرات برضو. والله ما صلى على سيدنا محمد زودت كمان شوية فلفل اسود. هشوح بس البطاطس مع شوية البهرات دول. شوية كده على النار يعني دقيقة دقيقتين كده. وابتدي بعد كده انزل بسلسة التماطم او التماطم اللي انا خلطها في الخلاط. انا بوريكم اللي دي الكفتة اهيت. انا خلاص يعني كنت خلصتها كلها تحمير. تمام كده. هبتدي بقى انزل بسلسة التماطم. هي مش سلسة هي تماطم انا خلطاها. آآ لو انت مسلا التماطم اللي عندك مش حمراء او كده. هيحط شوية تماطم ومعلقتين من السلسة. بس التماطم اللي عندي حلوة. يعني انا هي حمراء ومشاء الله حلو. تمام? هي هتبان دلوقتي معاكم في الاخر. هي اللون بس مش باين قوي. بس هي حمراء. بصوا بقى طرى ما حطت الطماطم يبقى لازم احط آآ شوية سكر. تمام? اخدها قعدة كده. اي طماطم تحطيها. اي تقلية تعمليها فيها طماطم تحط عليها شوية سكر. ان هي تعادل كده الحموضة اللي في الطماطم. وما تقلقش خالص من شوية السكر اللي انت حطتيهم. مش هتبقى يعني مسكرة او كده زي ما انتي متصورة. آآ لا بالعكس همتحطي بقى شوية الملح هيعادل ده كله. هتبقى الطعم معك حلو او. خلاص بعد ما غلت معايا هبتدي اللي انا انزل بالكفتة. ابصوا انا قدتها يعني غلوة كده. آآ غلوتين تلاتة كده مع البطاطس. يعني البطاطس كانت نص سوى. نزلت بالكفتة علشان انا مش عايزة الكفتة تغيب او عن نار فتفك معايا او تتهري او كده. تمام? الله ما صلى على سيدنا محمد خمس دايق كده. على النار. هي مكان مش خمس دايق. دقتين تلاتة كده غلوتين تلاتة. وبعد كده هبتدي ان لانا اغرب بقى خلاص كله بقى تمام. زبطتي ملحك وكل حاجة غرفت في الطبق. وزي ما انتو شايفين بسم الله ما شاء الله الكفتة لا هي مهرية ولا هي فكة. وفي نفس الوقت البطاطس كمان ما تهردش مني. آآ بصي زبطي. اهم حاجة زبطي. يعني ما تحطيش البطاطس تستويه خالص وبعد كده تحطي الكفتة. ولا تحطي مثلا البطاطس لسه ما استويتش وتحط الكفتة. تقوم دي تتهيري او التانية تتهيري. لا بصي زبطي. في نص سوى البطاطس. حط الكفتة. بمجرد ما تستوي البطاطس. هتكون الكفتة استوت معاكي. ولازم تطلعي البطاطس. اي بطاطس تعمليها ما تسيبهاش تستوي للاخر. علشان الحرارة بتاعت التقلية بعد كده. هتسويها اكتر. حتى بعد ما تدفي عليها. تمام? فانت زبطي حالك كده. وعايز اقول لكم الكفتة الفريك ده حلوة قوي. احسن من كفتة الرز كمان جربوها. آآ بجد هي حلوة. اول مرة عاملها بصراحة انا عملت قبل كده آآ معاكم على القناة كفتة الرز. وهسيب لكم برضو اللينك بتاع كفتة الرز في ديسكريبشن بوكس. تمام? جربو بقى كفتة آآ الفريك. وان شاء الله بإذن الله هتعجبكو. واتمنى بقى اللي تعجبها الوصفة النهاردة. تضغط لي لايك. واللي اول مرة شوف قناتي ودخلت معايا من خلال الفيديو. عايزاك تشترك بقى معايا في القناة لان ان شاء الله بإذن الله هنعمل وصفات حلوة كتير بإذن الله هتعجبك. وعلشان تشترك لو انت مش عارفة انزلي تحت الفيديو هتلاقي كلمة اشتراك موجودة باللون الاحمر. اضغطي عليها هيزهر لك الجرس. اضغطي على الجرس. تمام? هيزهر لك 3 اختيارات. اختري الكل علشان بإذن الله كل وصفة جديدة انزلها تبصلك اشعار بها. دمتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.